اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وشار معاليه إلى أن علاقات الود والاحترام المتبادل القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين تستند إلى أسس راسخة الجذور وإرث ممتد عبر التاريخ وتلاحم ضارب منذ القدم وعملت أواصر الأخوة والنسب والمصير المشترك على تعميقها على مدى العهود المتعاقبة جاء ذلك لدى حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين بناسبة العيد الوطني الثاني والستين ويوم التحرير الثاني والثلاثين لدولة الكويت الشقيقة ولدى وصول معاليه موقع الاحتفال كان في استقباله سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن خالص التهاني وصادق التبريكات إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة سائلا المولى العلي القدير أن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتهم الحكيمتين ولفت معاليه إلى حرص المملكة على تعزيز مستويات التعاون والتنسيق مع الكويت الشقيقة بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين وذلك للارتقاء بها نحو أفاق أرحب وأوسع والبناء على ما تحقق من المنجزات على مختلف الصعود مثمنا في الوقت نفسه دعم ومساندة دولة الكويت الشقيقة لمملكة البحرين ووقفاتها الأخوية المشرفة في مختلف المواقف والظروف من جانبه أكد سعادة السفير أن رسوخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين نابع من الروابط المشتركة التي تجمعهما والتي تعززت بفضل ما تحظى به من حرص واهتمام من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت وأخيه حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظهم الله وعرب سعادة السفير عن تقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على ما أبداه الجميع من مشاعر صادقة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وشعبيهم الشقيقين معربا كذلك عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه احتفال السفارة ومشاركة دولة الكويت أفراحها ومسراتها بأعيادها الوطنية منوها في هذا الصدد بما لمملكة البحرين من مكانة خاصة في قلوب الكويتي وأهلها لما يربطهما من علاقات وثيقة وتعاون وتنزيق مشترك في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر